بنتك عندي 32 سنة متزوجة عندي بنتين صغيرين حياتي مستقرة بنعمة ربنا وأقيم بالخارج سؤالي لقدسك إزاي أحس إن أكون عندي شهوة الانتقال والحياة مع المسيح في السماء لأن بسمع عزات كثيرة إن المفروض دي شهوة الإنسان المسيحي أنا عارفة إن المسيح أحن واحد ووقف معايا جنبي دايما طول حياتي فإزاي أقدر أمتلك الشهوة دي وهل أنا عشان ما عنديش الشهوة إن أنا روح السماء دلوقتي أبقى كده بعيدة قوي عن السماء أو يكون ربنا زعلان من تفكيري لإني كمان مش عارفة إيه اللي هيحصل في الحياة الأبدية ولا متخيلها لكن عايش على الرجاء في رحمة ربنا هجاوب بس الجزء الأولاني عشان ما انتوش إن عندها 32 سنة وبتقول إن ما عندها الشهوة إن هي تعيش مع ربنا في السماء والموضوع ده مدايقها شوي عاوز أقول بس حاجة كده ناخدها بالراحة شوي أول حاجة أنت عندك 32 سنة وعندك بنتين وعلشان ربنا مديلك البنتين دولة فمديلك رسالة إنك تخلي بالك منهم وترعيهم وتربيهم في البيت في مخافة الله ومحبة الله عشان يطلعوا مسيحيين مسكين في الإيمان السليم يبقى أنت ليكي رسالة فمدام ربنا سمح لنا بالحياة على الأرض ما هو يعني 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 عاوزين نكون حكماء ما نمشكش في طيار بتطرف الإنسان ليه رسالة وربنا خلق فيه جهريزة اسمها غريزة حب البقاء فالطفل من أول ما بيتولد بيمسك سدر أمه محدش علمه إنه يمسك سدر أمه يعمل ساكنج عشان ينزل لبن في بقه وأنا لما أبونا وعيان لو أنا عندي شهود تروح المسيح وسمعت إن أنا عندي شوية ألام ووجع ما روحش الدكتور المفروض بس أنا بروح للدكتور لأن أنا حاسس إن ليه رسالة على الأرض لازم أكملها لغاية لما ربنا يقول كفاية أطلع طيب إزاي بقى نحط الفكر بتاع شهود لقاء المسيح مع إن إحنا لينا رسالة على الأرض أول حاجة هذه الشأوة لا تأتي إلا بحب المسيح على الأرض والنمو في محبته يوم بعد يوم يوم بعد يوم فالإنسان يوصل لحالة من السلام وعدم الإضطراب طبعا إحنا لسه ما وصلناش للحالة دي ويحس إن كل الأمور بتاعت ربنا فيحب المسيح بقى لدرجة إن في صلاته بتطلع لوحديها كده يقول له إمتى بقى يا رب أطلع زي بالضبط بوليس الرسول قال حاجة للمسيح قال له بص يا رب بحسب قلبي أنا عندي شهوة إن أنا أطلع عندك لكن لو إنت عاوزني أعود من أجل الخدمة على الأرض عشان أكمل رسالتي في الحياة فهذا ألزم يعني خلاص مدام بتلزمني بكده أنا موافق فأنا مش مصر إن أنا أنتقل لكن المهم لما تجي لي لحظة الانتقال أكون أنا منتصر وفرحان بلقاء المسيح مش خايف في مدانونة العقوبة فإحنا بنستعد في حياتنا وبنبقى وسطيين بالطول ما إحنا عايشين في الأرض يعني أنت لو جتي لي بتقول لي يا بنا أنا عندي مشكلة في ألام كده وخايفة تكون حاجة وحشة وخايفة أروح للدكتور أو تقولي بص أنا بفكر ما روحش للدكتور وعايزة أروح للسماء أنا أقول لك لا أروح للدكتور ليه إحنا بنسيب لربنا ترتيب الموعيد وترتيب الأوقات لكن تأتي شهوة السماء بشهوة حب المسيح على الأرض فكل لما الإنسان ينمو في حب المسيح الأمور اللي كانت كبيرة عليه قوي بيحارب عشان بوست في وظيفة بوست يعني مركز في وظيفة ما بقتش مهمة بيحارب عشان أخد مرتب كبير قوي ما بقتش مهمة الآن لو الدنيا تغيرت والفلوس قلت ويتطر يطلع مدارس العيال الغالية المدارس العيال نص نص ما تقلقوش قوي كل لما ينمو في حب ربنا ينمو الإيمان وتنمو الرغبة لغاية لما الرغبة دي تتحول لشهوة أن يروحي وقاعد مع المسيح على طول فبتيجي بالتدريج فأنتي مش كده مزع على ربنا ولا أي حاجة خلي عندك قانون روحي خلي عندك قهدة حب مع المسيح كل يوم والأمور دي بتيجي لوحديها